بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم مع موضوع جديد وموضوع النهاردة بيختلف كثيرا عن باقي موضوعات قناة مسادر الحياة لانه تقديرا واعترافا بالجميل لهذا الشخص والاستاذ محمد عرفات بما له فضل كبير علينا في الاستشارات والنصائح والمعلومات التي قدمناها في فيديوهات تخص المعاشات والمرتبات فاهلا ومرحبا بكم مع هذا الموضوع هل تريد ان تكون محبوبا بين الناس وحفل تكريم استاذنا محمد عرفات نقول ان الحمد لله اولا نقدم لكم هذا الموضوع والذي يجب ان يأخذه الانسان في الاعتبار في زمن انتشرت فيه عبارة لا يهمني الناس ولا حب الناس فانا وحدي وكأنك تعيش وحدك بين الناس الذي يغفل عنه الكثير هو ان حب الناس لك دليل على حب الله لك هذا الحديث الجميل الرائع الذي يقول فيه ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى اذا احب عبدا تعى جبريل فقال اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض واذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول اني ابغض فلانا فابغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض يبغض فلانا فابغضوه ثم تضع له البغضاء في الارض وهي القراهية اللهم ارزقنا حب الناس وحب من يحبك يا الله هذا الزميل كما قلنا له حب بين الناس ونرجو ان يكون محبوبا عند الله ولا نزكي على الله احد ولكن كيف تكون محبوبا بين الناس وبداية نسأل انفسنا هل حب الناس ضروري لانسان هل فعلا حب الناس ضروري للانسان هل حب الناس علامة من علامات نجاح الشخص الناجح اعلم تماما ان حياة الانسان لها جوانب عديدة منها الجانب الاجتماعي والاسري والجانب العلمي والجانب الروحي يعني متعلق بالعقيدة وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى الانسان المحبوب بين الناس هذا دليل على نجاح هذا الانسان في الجانب الاجتماعي فهذا انسان ناجح وهو من اسس نجاح الانسان في الحياة ان يكون ناجحا في كل هذه الجوانب وعلى رأسها الجانب الاجتماعي. فالانسان الناجح لا يقرهه الا الحاقدون. الفاشلون. وهم قلة. اما هو فهو محبوب بين الناس. يساعد الناس يحترم الناس. لا يتدخل في ما لا يعنيه. اخلاق عالية. ادب اه بشر في وجوه الناس. وكثيرا من الصفات الهمة والمهمة التي تجعله محبوبا بين الناس. اعلم اخي ان هناك اه من الناس من ينورون المكان عند قدومهم. ومن الناس من ينور المكان بعد ذهابهم. فاللهم اجعلنا من الذين ينورون المكان عند قدومهم. ونحن في اه قناة مصادر الحياة واحقاقا للحق لهذا الرجل. اه اه الذي لم يبخل علينا باي معلومة. اه قدمناها لكم في موضوع المعاشات والجور. فكان اه حقا علينا اه ان نقدم له هذا الفيديو. اه اعترافا منا بما قدمه لنا من معلومات. وهو شيء بسيط. ونرجو ان يجازيه الله خيرا عننا. اه متمنيين له حياة موفقة بعد خروجه. وان يمتعه بالصحة والعافية. وان يديم عليه حب الناس. فهذا الرجل جدير بان يحبه الناس. واه اعذروني اه لعدم الاطالة في هذا الفيديو. وانعدكم بفيديو اخر بالتفصيل يشرح كيف تكون محبوبا بين الناس. لان هذا من علامات الانسان الناجح. فمن علامات الانسان الناجح ان يحبه الناس. حتى اذا اه كان محبوبا بين الناس. ساعده الناس على النجاح في الحياة. فحب الناس من اساس نجاح الانسان في حياته. ارجو ان اكون اه قدمت. ولو شيئا بسيطا اعترافا بالجميل. وعليكم ان تعترفوا وتقدموا الجميل لمن اه قدم لكم الجميل. فا اه الى ان القاكم في فيديو اخر. اتمنى للجميع حياة سعيدة موفقة. متعنا الله واياكم بحب الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.